أنت تذكر شو أنت عرفنا على بعض؟ إيه في البداية في المكتب عندك هذا شفت قروشة أول ما طلعت أنت في قروش مسلسل قروشة في اليوتيوب تفرجت على واحد مصري مقيم لاحظة الحين ممثل مصري مقيم قلت هذول العيال عباخر طلعوا واحد مصري يعني يعرف يمثله دمه خفيف ومن المقيمين في السعودية وكذا صلت على فلان وعلان قلت أبغى اسمه قال له اسم عبد المجيد الرهيدي وكمان اسمك يعني يركب على مصري برضي مش عبد المجيد عبد المجيد الرهيدي فدقيت هذا قلت جبوا لي شوي ولا دخلت علي السلام عليكم اسمع صوت ملوة لش بره في القناة فتحت الباب ودخلت علي كيف أكي سيد الناس؟ لاحظ أنت سعودية من مكة المكرمة طالع عمري كيف حالة؟ حكيت لك الموضوع ذلك كان 2013 2013 يدوبك البرنامج حقي نص الجبهة أنا أسسوك أنت بجائبك عشان أسسك معي في البرنامج قبله واحد أنا كنت حلمي نخنوخ مدري نخنوخ صبارس نخنوخ صبارس وكان على اسم نخنوخ واحد في الفيلم أنا شفتك فجاهدته هذا وكان معانا المخرج هذا محمد باجنيد جنيد المسكين والله أكل مني ليه ما قال بس؟ والله إنت يا خالد متعب أنت اشتغلت الموسم الأول وجزء من الثاني وجزء من الثاني لأن حضرتك بدأت تنشهر قام يطلبونك هنا ويطلبونك هنا بعتنا سلام عليكم لا بس لما كنت بغانا تقولي يا خالد تعال والله كنت أجيك أكيد طبعا بس إن صاحب سبوبة هنا سبوبة هنا لا سبوبة دايش بعدما ندك عمك ناصر القصربي خلاص مش ندك 2014 و15 ايوة وجابك مصري صح؟ دوري كان باللهجة المصرية صح؟ هو عرفك منين مصري خالف الحربي منين عرف من عندي ايبا الشهرة غيرت كثير في حياتي لدرجة أني الآن أتمنى إن الشهرة دي تكون عاملة كده زي زر تبع التكيف ON وOFF اللي دي الدرجة يعني متعرف شون تعرفت عن ناصر القصربي أنا؟ كيف أتعرف عليه أنت؟ أنا متعرف عن ناصر القصربي 2002 داخلي عليه صبي كاتب توني متعلم السيناريو ودخل عليه بحلقة والله خالي جيبا إيه كنت شابا غرا طريا صدود كده فدخلت عليه و سبحان الله المكتبين عبدالله السلحان يمين وناصر القصربي يساف قلولي ساهم هنا وساهمين أدخل على ناصر القصربي أليقي بشغل فيروز أدخل على عبدالله السلحان أقلي بشغل الشيلات عرف الفرق العالمين بين اثنين فأدخل على ناصر القصربي مقدم لهم السيناريو حاط لي حط سمك بشغل فيروز وصور ونظارة حد الحين الحركة حكتوا ما تغيرت ما تغيرت ويضيعها في اللوكيشن قلت له أنا خالدف الراجل اللي نص اللي جاي كيف؟ قلت له لا أنا خالدف الراجل طب هات النص جاي قراه كده وبالقرم الأحمر وهو قاعد يقرى سمح الله في أربع دقائك بالضبط طلع لي 16 ملاحظة بالخط الأحمر بسرعة كده وسلمني إياها قال بكرة تعد ليها وتجب لي إياها ولت نقشت معاها طلعت البيت قريتها لقيت ملاحظات وبالشرح وليش والسبب صح 16 صح رجعت مثلا يوم وسلمت إياها لفت الأيام ورجيت وأنا في مخرج سبعة مخرج سبعة فلما خلصنا المشهد الأولان اللي بيني وبينه وصرح قلت صاب لح يتحرك لكذا وثقوا هاللحظة ذي الحمد لله مثلت أول ما شهد بعد ناس القصم يصفروني ناس القصم يصفروني ناس القصم يصفروني لما قلت أنا صاب لحيتحرك خافوا كلهم خافوا لا بس دقيقة دقيقة الله يقارب الشكيشيخ خالد يعني إنت اشتغلت لطاش مطاش في بعض الحلقات ناسر يعرفي من قبل ككاتب بس تفاجئ أني أنا تحولت لممثل ما شاء الله بالنسبة لك أنت إنت إنت لما قابلته أول مرة يعني برضو كان الموضوع فيه ددوب ددوب كلا لأن ناسر إيش بك يعني إحنا بنشوف على التلفزيون وتربينا عليه فأول ما قابلته بصراحة هو نفس الطريقة طبعا طالع فيه ويش أنت يعني أنا من يوم ما أكلم ناسر دايما يكلمني من فوق اللي تحت معيني مني طويل أنا دب وعريض ليه يكلمني زي كده بادر يعني دايما في ناسر دايما فيه عنده هذه الحاجة بس طبعا يعني على المحبة وكده بس الشركة اللي دخلت فيها أنت في النص هذي اللي هي ما بين التلفزيون وما بين اليوتيوب إيه؟ عقة ياد الملة شي اسمها؟ ها لما كان معايا المشرف الأستاذ المؤمن الملة حلو أنت داخل وظيفة إيش؟ ماسك إيش؟ كنت مدير برامج مدير برامج يعني على الأقل تكون واحد ها؟ يعني بيتكتب بتسوي خطط أفكار وكده وأنا عارفك كل ما أجيك أكلمك يا عبد المجيد يا حبيبي والله أنت في قدام الكاميرا بترتجي الأفكار عجيبة جدا طب ليه ما تكتبها؟ رح تقولي أنا ممشل ليه كده؟ شوفها خالد وأنت خرج إيش أصلا؟ أنا باكالوريوس علوم مسرح قسم تمثيل وإخراج بعد ترى أخرجت بعض المسرحيات بس ما كتبت اسمي أبدا إن أنا مخرج ليه؟ خالد الإخراج والكتابة شوف معنا أنا متخصص في الإخراج الإخراج يبغاله طاقة الإخراج ماه مسهل من مخرج حلقة سيبت بالإخراج أنا تكتب على الورقة هذا أصعب هذا الأساس يا خالد يا عمي سكتش إحنا نتكلم في اليوتيوب دقيقة سكتش دقيقة يا مسلم بصراحة 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 شوف وإمكن بعد كده ممكن هجرب لكن إني أنا أدخل في أفكار وورش أفكار لا لكن إزاي ما أتفضلت قدام الكاميرا أنا ليب ليب تيج عني أديني بس طرف الخط وأنا أكمل تعمل